نعم أنا قلت أنه في الداخل هذه المعركة أو ما يدور الآن كله محكوم بتوقعات وردود أفعال الرأي العام في الداخل الأمريكي والإسرائيلي وفي محور المقاومة على ما يجري بايدن صحيح سيغادر البيت الأبيض لكن المرشحة هي هاريس اللي هي نائبة إلى وهي مرشحة الحزب الديمقراطي وبالتالي بايدن ينفذ ما يريده من عنده الحزب الديمقراطي ولذلك هو مستعد أو الإدارة الأمريكية مستعدة لتقديم أقصى أنواع الإسناد إلى إسرائيل الآن ولن تتردد في ذلك في هذه السنة الانتخابية وبعد شهر واحد فقط للانتخابات الأمريكية وبالتالي الموضوع حاسم يعني هذا محسوم كل من يعتقد أن أمريكا لن تدخل الحرب إذا اندلعت بشكل أكبر من هذا هو واهم أمريكا ستدخل وستدخل بشكل مباشر إسرائيل مثل ما قلت لك محكومة بالمعادلة الداخلية نتنياهو يريد الحفاظ على مكاسب الرأي العام التي حصل عليها الموضوع هو فقط في يعني أنا أتفق مع الدكتور جورج أنه الآن إسرائيل رح تضرب في داخل الأراضي الإيرانية وبالتالي ستضع مزيد من الحرج على إيران لكي ترد والهدف النهائي لإسرائيل هو جلب أمريكا للدخول معها وتدمير السلاح النووي أو الإمكانات النووية لإيران هذا هو الهدف النهائي الغاية النهائية لكن اللي أختلف فيه هل هذه الغاية يردوها الآن أو بعد شوية أنا أعتقد مو الآن لذلك إسرائيل أعتقد الآن ستوجه ضربات إلى الداخل الإيراني لكن لا تمثل المنشآت النووية حتى لا توصل إلى الغاية القصوى التي تجبر إيران على الرد الكلي لماذا مولان طالما الفرص مهيئة والحرب قائمة والهدف الاستراتيجي المفاعل النهو الإيراني فما الذي يمنع إسرائيل من أن تقوم بهذا؟ صحيح نعم الذي يمنع إسرائيل للقيام بذلك هو ما قلت أنت قبل شوية اللي هو أكو عندها جبهتين الآن مفتوحة وأكو جيش إسرائيلي بري الآن على حدود لبنان أعتقد الأولوية الآن عند إسرائيل هو للدخول إلى لبنان القيام بعمليات تضمن بها إنهاء قوة حزب الله من جهة وتشكيل مأساة إنسانية ضاغطة على إيران وعلى كل المنطقة وعلى الرأي العام العالمي من جهة أخرى بحيث تجعل أي رد إيراني صعب جدا هذا هو اللي أسمع في المرحلة النهائية نعم سيكون السلاح النووي الإيراني هو الغاية لكن الآن كأولوية بالنسبة إلى إسرائيل علينا أن لا ننسى أنه إيران إذا دخلت حرب إيران تدخل حرب فقط بالصواريخ ما عندها حدود ويا المنطقة لكنها تهدرها هي ما تقدر عن طريق سوريا أبداً اللي يعتقد أنه إيران ممكن تدخل عن طريق سوريا أيضاً صعب نقل قوات برية بهذا الحجيم والدخول فلذلك هي الآن تحسب حساب المعركة المواجهة البرية في غزة وفي جنوب لبنان بعد ذلك تروح إلى الهدف الأسمى بالنسبة لها طبعاً هذا هو اللي في ذهن المخطط الإسرائيلي هل سيحصل على الأرض؟ هناك عوامل كثيرة أخرى تتحكم في كيفية تطور الأمور فيما بعد ترجمة نانسي قنقر